التقى يانجياتشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الوزراء السنغافوري ليسين لونغ خلال زيارته الى سنغافورة التي استغرقت يومين قال يانا ان الصين ترغب في دفع التعاون مع سنغافورة وبقية دول الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق اسيا الاسيان مضيفا ان الصين ستعمل مع سنغافورة على تعزيز ما تحقق في معركة مكفحة فيروس كورونا الجديد من جانبه اكد رئيس الوزراء السنغافوري ان الوباء يتطلب التواصل والتبادل بين الدول اكثر من اي وقت مضى يذكر ان يانج هو اول مسؤول رفيع المستوى يقوم بزيارة الى جنوب شرق اسيا منذ تفشي الوباء في مارس